السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر علامات إذا رأيتها في المنام فاعلم أنك ستصبح من الأغنياء بإذن الله تعالى لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب الفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجرى مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم من العلامات التي تدل على الرزق في المنام رؤية الماء في المنام فقد تدل هذه الرؤية على وفرة المال قريبا ذكر ابن سرين في تفسيره أن الماء في المنام يعبر على الأمان بدرجة أولى ثم المال فالذي يرى في حلمه أنه يحمل شيئا فيه ماء أو يشرب الماء أو يسبح فيه فإنه يرزق مالا كثيرا الموز والفرول من الفواكه التي ترمز للثراء في الحلم فرؤية الموز في المنام تدل على ثروة كبيرة قادمة كما جاء عند ابن سرين وفسر أيضا أن الفرول في المنام تدل على مكسب وربح كثير وهي ترمز على امتلاك الدور والعقارات ومن رأى ذلك في حلمه أصبح من أصحاب الملايين الطووس في المنام يساوي جلب الحظ ويشير إلى ثروة أو ميراث أو ربح أو زواج من ثريه فإذا رأى أحد في حلمه طووسا فهناك احتمال كبير أن يصبح ذلك الشخص غنيا السجادة والمسبحة في المنام من علامات الثراء تعد وسائل التدين أو الصلاة في المنام رموزا تدل على الرزق الوفير لأنها توجب الثناء والشكر لله سبحانه وتعالى والذي يرى في منامه أنه يشتجي سجادة للصلاة فإنه يشتجي ضيعة أو أرضا والذي يرى في منامه أنه يشتجي مسبحة فإنه يجد مالا دون تعب أو يصرف له مبلغ مالي كبير لم يكن في حسبان الحمار والجحش في المنام من علامات الملك والثراء فإذا رأى أحد في منامه أنه يركب أن يقود حمارا فذلك يدل على توليه رئاسة مؤسسة أو شركة كبيرة أو شيء من هذا القبيل فيما يدل ركوب الجحش أو شراؤه على ربح في تجارة أو مقايدة المرأة السمينة أو البدينة في المنام تدل على إقبال الدنيا والخير والمال فالذي يرى في منامه أن امرأة سمينة تدخل بيته أو تكلمه أو تطرق بابه فتلك علامة حسنة في الحلم وهي تدل على الثروة كلما كانت المرأة أكثر سمنة أو بدانة دلت في المنام على قيمة الثروة بحجمها رؤية طفل جميل يرسع ويلعب من علامات الرخاء والسعادة تعتبر رؤية الأطفال في المنام حسنة إن لم يكن بهم عيب خلقي أو مرض وهي رؤية من بين الرؤى التي سنفها ابن سرين والتي تشير إلى امتلاك المال والجمال في نفس الوقت المرأة الجميلة في المنام تعبر على قدوم الثراء وزوال الفقر فمن بين إحدى أهم الأحلام التي تبشر بالثروة والمال والحظ الوفير هي رؤية امرأة جميلة الوجه واسعة العينين ممشوقة القوام غير نحيفة سوداء الشعر فهي رمز للرزق بعدما شقه وللمال الحلال وكذلك ترمز المرأة الجميلة في المنام إلى العقود التجارية المربحة وكذلك إلى الأسهم والسندات ذات المردودية العالية رؤية العصفور في المنام تعد رؤية العصفور في المنام أيضا من الأمور الجيدة فهو يدل على الربح وجني الأموال والله أعلم أصل الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم ارحموا وغفر لكل من نشر هذا المقطع إخواني كرام لا تنسوا أن الدل على الخير كفاعله إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله ترجمة نانسي قنقر